بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارت ناين سيفتي بروفيشنز او بمعنى اشتراطات الامان اهم حاجة وحنا بنصمم اي استراكشور عندي في مجموعة من الفاكتورز لازم تبقى موجودة اول حاجة اللي هي السيفتي وده اهم فاكتور عندي في اي منشأ ان احنا نحقق السيفتي في الاستراكشور دول نمبر تو الديورابيلتي الديورابيلتي بمعنى ان الاستراكشور اللي عندي يؤدي الوظيفة بتاعته على مرور الزمن لان احنا عندنا في الاستراكشورز اللايف طايم ممكن يوصل خمسين سنة فلازم اتأكد ان فعلا الاستراكشور دوت هيؤدي الوظيفة بتاعته بنفس الكفاءة على مرور الزمن نمبر سري اللي هي الكوست ان انا عايز احقق الوظيفتين دول باقل كوست ممكنة لان طبعا الكلفة ده حاجة مهمة جدا في تنفيذ اي استراكشور طيب احنا بنقولي الاستراكشور والاستراكشور ميمبرز اللي عندي عشان تحقق السيفتي لازم اصممها بحيث انها تشيل لود اكبر من الاحمال اللي هي فعلا هتبقى موجودة في حالة النورمال يوز بمعنى انا عندي كولم الكولم دوت عليه الف طن المفروض لما اصمم الكولم دوت لا الكولم دوت لازم يشيل حملة اكثر من الف طن وليكن مثلا الف وخمسمائة طن انا عندي كاميرا الكاميرا ديت اكشولي عليها يونيفورم لود اللود دوت 3 كيلو نيوتن بير ميتر لا انا عايز اجيب كروس سيكشن الكروس سيكشن بتاع الكاميرا دوت يقدر يشيل لود كما لو كان اللود اللي موجود دوت 5 كيلو نيوتن بير ميتر طيب احنا ليه بنقول ان احنا لازم الاستراكشور اللي عندي يشيل احمال او اصممه بحيث يشيل احمال اكتر من الاحمال الاكشول لاني عندي مجموعة من العوامل ممكن تحصل معايا اثناء عملية التنفيذ او بعد عملية التنفيذ رقم واحد الvariability in resistance بمعنى مقاومة المواد اللي انا بشتغل عليها انا بشتغل على مادتين هما الكونكريت والستيل ليه هم مقاومة معينة وممكن المقاومة اللي انا فرضها في التصميم ما تبقاش هي اللي موجودة في الاكشول number 2 الvariability in loading الحمل اللي عندي ممكن قيمته تتغير اثناء عملية التنفيذ رقم ثلاثة وده اللي مهم اللي هو بنقول عليه الconsequences of failure يعني النتائج المحتملة لما يحصل failure اذا ما احنا شايفين هنا دي كاميرا عليها dead load فبيحصل فيها deflection فانا لازم ال deflection ده تبقى في حدود المسموح بيه عندي tall building بيحصل فيه sway لازم اللي sway ده تبقى مقبول نفس الكلام لو انا عندي wind loads او earthquake loads لازم برضو ال structure الموجود اللي احنا شايفينه دوت يقدر يقوم الاحمال سواء كانت wind loads وايرسي quick loads وبالمناسبة دي بنسميها lateral load وده اللي بنسميه vertical load اموضِ بله